اشتركوا في القناة في الفيديو ده جماعة هنتكلم عن بلف البخار او كما يطلق عليه بلف البي سي في وان شاء الله حلقتنا هتبقى عبارة عن اربع فقرات الفقرة الاولى ايه هو بلف البخار او ايه هو بلف البي سي في تاني فقرة معانا هنتكلم عن وظيفة البلف ده بيعمل ايه وهو شكله ايه وطبيعة عمله الفقرة التالتة هنكلمكم عن مشاكله البلف ده لو تعطل ايه المشاكل اللي هيسببها لي في المحرك اخر فقرة معانا هنتكلم عن طرق صيانطل ازاي نصينه وبالتالي نحافظ على عمر المحرك خلونا نبدأ اول حاجة ايه هو بلف البخار او ما يطلق عليه البي سي في فالف البي سي في فالف هو اختصار لمصطلح البوزاتف كرانككيس فينتليشن مسميات البلف ده البلف ده يطلق عليه بلف البخار كما في بعض الدول او بلف الكارتير او بلف الكابس حسب حضرتك موجود في انهي دول بدأ العمل عليه او اكتشافه سنة الف تسعمية تلاتة وستين ومن هذا التاريخ مفيش ولا محرك في الدنيا الا ولازم البلف ده يكون موجود حسب اختلاف الديزاين او الشركات المصنعة بس already whatever ايا كان نوع المحرك لازم البلف ده يكون موجود بعدها بسنة بالزبط بدأ يتطبق في محركات الجرارات محركات جرارات السكة الحديد سنة 1964 خلونا نبدأ نعرف البلف ده بيشتغل ازاي البلف ده هو عبارة عن ريليف فالف واما نتكلم عن بلف الريليف يباحنا بنتكلم عن سبرينج بنتكلم عن سوستا بنتكلم عن قرص او قعدة وبنتكلم عن هاوزنج اللي هو الباضي بتاع البلف بيشتغل ازاي بيشتغل ميكانيكل ما بتتدخلش فيه اي كهربا نهائيا يبقى البلف ده عبارة عن ريليف فالف بيشتغل في اتجاه واحد بس وما يرجع ليش الحاجة تانية الموضوع بيبدأ ازاي بيبدأ ان خلال عملية الاحتراء فيه جزء بسيط من الابخرة او الانبعاثات النتجة من الحريق بتبدأ تتهرب وتنزل الى داخل الكارتير بتنزل منين بتنزل ما بين جدار السيلندر والبيستون رينجس وشنابر البستم وتبدأ تتجمع لي داخل الكارتير الكلام ده بالانجليزي بيطلق عليه البلو باي عشان لما حضرتك تسمع المصطلح ده البلو باي لما تسمع البلو باي تعرف ان المقصود دي الابخرة او الانبعاثات اللي جيالك اللي نزل من فوق من غرفة الحريق نزلال الى داخل الكارتير عن طريق التفاوت الشديد اللي ما بين جدار السيلندر وشنابر البستم المشكلة ان الابخرة دي بتكون مصحوبة بقوة هائلة بنقول عليها ايه يعني مش قوة عادية ده قوة ومصحوبة بحرارة القوة دي بتبدأ تكبر طول ما انت مشغل المحرك فيه تنفيس بينزل تحت بتتجمع ابخرة القوة دي بتزيد شوف حضرتك لو معاك بلون وبتبدأ تنفخه تنفخ 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 بيروح فين البلون بينفجر لما بتتجمع القوة الهائلة دي اللي هي مصحوبة بحرارة بيجي هنا دور بلف البخار بيعمل ايه ان الضغط اللي متجمع ده بيبدأ يضغط على السبرينج على السوستة بتاعت البلف فالبلف بيفتح فيعمل فينت يطلع يروح فين يروح على التلاجة او الاير منفل وتبدأ السايكل تتكرر الدايرة دي تتكرر تاني ده طبيعة عمل البلف ده نيجي بقى لاهم نقطة ان البلف ده لو تسد ايه اللي هيحصل احنا قلنا فيه ضغط وفيه قوة بتتجمع داخل الكرتير بتخرج عن طريق بلف البخار البلف ده لو ما اشتغلش السوستة بتعلق فالقوة تبدأ تزيد 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 فما تلاقيش مكان تهرب منه فتعمل ايه تبدأ تضرب لك جميع الاولسهات اللي موجودة في مطور العربية في محرك العربية لما ترفع العربية تلاقي ان العربية غير انا زيت من تحت طيب قبل موضوع الزيت ده اقدر اعرف ان البلف ده شغل ولا لا اه تقدر ازاي انك لما تفتح غطل محرك من فوق تلاقي فيه ابخرة بتتصاعد فيه ابخرة طالعة كده ده بيقولك خد بالك ان بدأ البلف ما يشتغلش بدأ البلف يعلق فحضرتك تجي رايح كده على البلف تجي رايح حله تبص على البلف تبص تلاقي الرواسب دي كلها شوف البلف عامل ازاي طب اعرف انه شغل ولا عطلان ازاي حضرتك تجي ترجه لما تجي ترجي البلف ما تسمعش صوت تلاقيه مكتوم معنى كده ان الرواسب والابخرة سدت علاقة السوستة خلاص قفلت المسامة بين الكويلس ما بين اللفات بتاعت السوستة فعلقت السوستة وحيعمل كابس وده يجرنا للفقرة الاخير اللي هي ايه ازاي نصين البلف ده بلف البخار انت قدام حضرتك سكتين سكت العلاج المؤقت وسكت انك تريح بالك من الهدك من الصداع وتحافظ على العربية ازاي البلف ده فيه ناس بتجيب الدبلو دي فورتي وتبدأ تغسل البلف وتنظفه وده انا ما انصحكش به بس خليه حطي في الحسبان ان ده علاج مؤقت الحل الامثل انك تغيره طب اغيره كل قد ايه من خمسين لستين الف كيلو اما فجارات السكة الحديد هنتكلم بعد كده بالتفاصيل عن البلف ده وكل ما يخصه هو حضرتك مفكر ان الموضوع اللي يقول سهد بس هتضرب زيت بس لا مش الابخرة اللي نزلة ديت فيها وقود انا بده اقول من غرفة الاحتراء مش فيها وقود فيها بنزين فيها سولر اه لما ينزل تحت حيلاق الزيت يبدأ يعمل ايه بيعمل سلج يبدأ الزيت يشحم زي ما حضرتك شايف كده يبقى بالتالي حيفك تخوصه يبقى بالتالي مفيش تزييد يبقى فيه سبايق حتتحرق اه يبقى فيه كرانك يبقى العربية حتجيب كرانك شوف خطورة الموضوع وفي نهاية حلقتنا النهاردة عشان ما طولش عليكم بقول لحضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك واضغط سبسكراب للقناة اشترك في القناة علشان يوصلك كل ما هو جديد واي معلومة بننشرها عبر هذه القناة وطبعا يا جماعة لو اي حد عنده رأي او اقتراح يبدأ يسيب الاقتراح ده في الكومنتات تحت وانا حقراها وحشتغل عليه علشان نطور القناة واكبر عدد من الناس يستفيد دمتم في حفظ الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر